نشوف بعض الأمثلة مسألة الأول حدد ردبة وضائجة المعادلات التفاضلية أول مثال هنا أعلى مشتقة موجودة هنا مشتقة كام مشتقة ربع إذن دي معادلة تفاضلية من ردبة أربع الأسة بتاحها هنا كام الأسة بتاحها واحدة من الضائجة الأولى مثال ثاني أعلى مشتقة هنا كام ستة يبقى منها ردبة ستة القوة بتاعتها هنا أسة واحد يبقى من الضائجة الأولى هنا أعلى مشتقة هنا كام اثنين والأسة بتاحها واحد يبقى ردبة تانية والضائجة الأولى أعلى مشتقة هنا مشتقة تانية والأسة بتاعها كام واحد يبقى اثنين واحد أعلى هنا مشتقة مشتقة الخمسة والأس بتاع واحد يبقى خمسة واحد هنا أعلى مشتقة هنا التانية بس لما أربع الطرفين تبقى y double dash يساوي y dash زدائد ال x الكل يبقى هنا مشتقة التانية والأس بتاعنا واحد يبقى الدرجة الأولى نشوف مثال تاني حدد كون المعادلات التفاضلية التالية خطية أم غ خطية نشوف المعادلة دي هنا y مضوبة في y double dash يبقى غ خطية هنا y مضوبة في y dash يبقى غ خطية هنا مش مضوبة هنا بدي خطية بدي خطية دي طبعا غير خطية ودي غير خطية هنا مشتقة الخمسة مشتقة التانية ما فيش حصل ضعب يبقى خطية هنا مشتقة الأولى مشتقة التانية يبقى هنا خطية ما فيش حصل ضعب هنا ما فيش حصل ضعب ما فيش حصل ضعب لكن sin y دي غير خطية تكوين المعادلة التفاضلية لو معنا معادلة تحتوي على ثابت واحد نشتق نحصل على معادلة في X والY والY داش والثابت بحسف الثابت بين المعادلتين الأولى نحصل على معادلة التفاضلية من الردب الأولى لو معنا معادلة فيها ثابتين نشتقها مراتين هنا مشتق الأولى زهر هنا مشتق الأولى ومشتق التانية حسف الثابتين C1 وC2 بين المعادلتين دول ثلاث معادلات دول اللي يحصل نحصل على معادلة التفاضلية من الردب التانية بمعنى أن عدد الثوابت يحدد ردبة المعادلة التفاضلية هنا في N من الثوابت بالاشتقاق نحصل على معادلة تفاضلية من الردب تن